قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين خلال مقابلة مع وسائل الإعلام الألمانية في اليوم ذاته إن الاتحاد الأوروبي لديه خيار لحظر كل تصدير مقرر وهذه الرسالة الموجهة إلى شركة أسترزانيكا التي يجب عليها أن تنفذ عقودها مع أوروبا أولاً قبل البدء بتسليم اللقاحات إلى الدول الأخرى وأضافت أورسولا فون ديرلاين أن شركة أسترزانيكا وعدت في العقد بتسليم 90 مليون جرعة من اللقاح إلى الاتحاد الأوروبي في الربع الأول ولكنه تم تسليم حوالي 30% فقط حتى الآن وقد بعث الاتحاد الأوروبي رسمياً رسالة إلى شركة أسترزانيكا للتعبير عن عدم رضاه وبموجب العقد الموقع بين الاتحاد الأوروبي وشركة أسترزانيكا فأن اللقاحات الموردة إلى الاتحاد الأوروبي يتم إنتاجها من قبل مصانع في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لكن فون ديرلاين قالت أن الاتحاد الأوروبي لم يتلقى أي لقاحات من بريطانيا بل ما زال يقدم اللقاحات إليها إضافة إلى ذلك اتهم الاتحاد الأوروبي بريطانيا بتبني حظر تصدير فعلي لمنع تصدير اللقاحات إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ولكن بريطانيا نفت ذلك